أجرى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح اليوم اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية جمهورية العراق الشقيق فؤاد بكي نقال خلاله أصدق تهاني وتبريكات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم وحكومة وشعب الكويت بمناسبة استكمال تشكيلة المجلس الوزري لحكومة جمهورية العراق الشقيق لتسلمه حقيبة وزارة الخارجية بجمهورية العراق ودع الشيخ أحمد الناصر المولى العلي القدير بالتوفيق والسادات للوزير بكي في تحمل مهام منصبه الجديد وللعراق الشقيق حكومة وشعبا المزيد من التقدم والازدهار